ترجمة نانسي قنقر مع الموضوع الأول وهو حول قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية بالتأكيد كان له حصة كبيرة من التعليقات واهتمام الشارع الفلسطيني بالتأكيد ديمة مساء الخير قرار التأجيل أثار ردود فعل مختلفة ما بين من انتقذ بشدة هذا القرار ومن أيضا ساق له المبررات التي سيقت أيضا في إطار أنه جاء بسبب رفض إسرائيل لسماح بهذه الانتخابات في القدس وبالتالي كانت هذه التغريدات منقسمة أيضا كما الشارع الفلسطيني الآن حاليا منقسم في هذا الإطار أولى هذه التغريدات معنا ديمة هي لسيدة حنان عشراوي وهي العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي كتبت تقول أن الانتخابات حق واستحقاق والشعب الفلسطيني يتوقف يتوق للتغيير والإصلاح وتداول السلطة لإفساح المجال للطاقات الشبابية والنسوية المتجددة لسياغة المستقبل القدس هي قلب فلسطين وجوهر النضال وليست ذريعة للتهرب من احترام إرادة الشعب تأجيل انتخابات ضعاف للنظام بأكمله وإحباط للشعب وتطلعته التغريد التالي لحسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي كتب القدس تنتصر على الجميع وضع وهم الحالمين أن شرعيتهم ممكن أن تعبر من خلال بيع القدس حركة فتح تمدي أيديها إلى كل المخلصين أن تعالوا ونحن وإياكم لنحمي مشروعنا الوطني من خلال الاتفاق على السناريوهات وعزز وحدتنا وتنهي الانقسام وتشكيل جبهة شراكة عريضة طبعا هو أيضا يؤيد قرارة علان التأجيل لكن التغريدة التالية هي مضادة لموسى أبو مرزوق عدو المكتب السياسي لحركة حماس والذي كتب موقف حركته نحن نرفض قرار التأجيل ونراه هروبا من الاستحقاق واستنادا لذرائع واهية مجلس الأمن الدولي دعا العقد الانتخابات في القدس والاتحاد الأوروبي أكد على دعم لها كما أن شعبنا يرفض الخضوع للعدو ويثق بقدرة شباب القدس على فرض إرادته في المدينة المقدسة الكاتب وأستاذ الإعلام في الجامعة الإسلامية دكتور حسن أبو حشيش لا أدري إلى متى سيبقى التصرف من قيادة السلطة وكأن فلسطين عقار عائلي وملك خاص وأرقام حسابية ذاتية في البنوك الشعب هو صاحب الملكية والإرادة والقرار هذه تغريدة وأكملة في هذا الجانب الدكتور حسن أبو حشيش والتغريدة الأخيرة في هذا الهاشتاك هي للناشط الشبابي أدهم أبو سلمية وكتب الغضب الفلسطيني الكبير في عقاب خطاب عباس هو غضب متوقع ومستحق شعب عظيم يقاوم الاحتلال ويرفض هذا النوع من الخطابات الانهزامية إذن انقسام في الرأي ما بين مؤيد لتبرير الأعلان التأجير وبين أيضا يرفض هذا الأعلام نعم صالح وننتقل إلى الموضوع الثاني وأيضا هو موضوع لقي صدى على مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة حصلت قبل أيام تعرض صحفية فلسطينية ليبدو لاعتداء ما للضرب لإهانات على يد يعني أحد أفراد الأمن التابعين لحركة حماس بحسب قولها نعم يعني كان هناك مستجد في هذه القضية لكن نوضحها سريعا الصحفية رواء مرشد قدمت شكوى بأعتداء أحد عناصر الأمن عليها وهي في منطقة حدودية أعتداء لفظي وجسدي وتقدمت بهذه الشكوى وقالت وزارة الداخلية أنها ستحقق قبل ساعة ديما أصدرت وزارة الداخلية بيان وقالت أنها أمرت بحبس المشتكى عليه ولأنه خالف التعليمات في التعامله مع المواطنين وأيضا أنها ستقدم اعتذارا للصحفية رواء لكن هذه القضية خلال أيام الماضية أثارت أيضا جدلا كبيرا ما بين أراد لها أن تسيس وبين أنها عمل فردي عمر شعبان وهو مدير مركز بالثينك للدراسات قال الاعتداء على الصحفية مرفوض لا سبب يبرر الاعتداء الجسدي أو اللفظي خاصة من رجال الشرطة الذين من واجبهم حماية الناس جميعا على حد سوى الاختلاف والتعدد الفكري والثقافي والتنوع عوامل مؤسسة لأي مجتمع صالح ومنسجم أما الصحفي فتحي صباح مدير المحد الفلسطيني لاتصال التنمية أدان وبشدة لا تداء على الزميلة الصحفية رواء من قبل عناصر الأمن وأوضح أيضا ما حدث معها في تغريدته في إطار أيضا استنكاره لهذه الحادثة أما السهير زقوت في التغريدة التالية وهي متحدثة باسم الصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كتبت جملة قصيرة إهانة إمرأة واحدة هو إهانة لكل النساء ما حدث مع رواء مرشد ما كان يجب أن يحدث والهم أنه يجب أن لا يتكرر أما سعيد بشارات الكاتب فكتب هذا كلام افتراء واستغباء واحتقال للشعب الفلسطيني تعدي على غزة وبنات غزة ومحاولة رخيصة لمهاجمة طرف سياسي أثبت للعالم نطجه وقدرته على التصرف السياسي حشر الدين والقصص الموضوعية المنفاردة التي ترجع إلى أسباب أخرى تصرف ممجوج غير لا وينتقد الجدل الذي يحدث حول هذه الحادثة كونها حادثة فردية وليجب تعميمها في هذا الاتجاه أما الناشطة الشبابية هديل في فيديو موثق لامرأة فلسطينية في مخيمات لبنان تعرضت للصفة المباشرة والهمجية من رجل أمن تابع للسلطة الفلسطينية ما أخذت كلها الصدى لماذا الانتقائية في ظهار بعض المواقف وإخفاء غيرها؟ إذن في نفس السياق هديل تكتب أن هذه الحادثة أخذت أكبر من حجمها صحفي فلسطيني هو نضال لحيدي في تغريدته الأخيرة معنا ردود الفعل على ما حصل مع الزميلة روا أبو مرشد في مكانها الطبيعي تماما ومعالجة ما حصل هو الحل للتبرير والتحوير والمعالجة صدرت ربما قبل الساعة إذا كان أيضا هناك رضا بهذا القرار الذي اتخذت وزارة بحبس الذي تم تقديم شكوى بحقه في اعتداء على الصحفية روا أبو مرشد نعم صالح شكرا جزيلا لك لرصدك كل هذه التعليقات ونلتقي الأسبوع المقبل